فروا من أصوات الاشتباكات ودوي المدافع وغارات الطيران الحربي متوجهين إلى أماكن قد تكون أكثر أمناً لهم ولأولادهم إلا أن شبح الموت برصاصة أو صاروخ أو بنتجة فقر وحاجة كان لهم بالمرصاد في مخيمات النزوح الخالية من أي مقومات للحياة أو مساعدات إغاثية وإن وصلت فإنها ستصادر من قبل ضعاف النفوس المتسلطين مئات آلاف النازحين السوريين في مخيمات محافظة إدلب شمال غربي سوريا باتوا اليوم مهددين بكوارث إنسانية أكثر من أي وقت مضى جراء تفاقم أزمات الحرب المعيشية منها والاقتصادية وحتى الأمنية إضافة لغياب الدعم الدولي والمساعدات الإغاثية إما نتيجة التجاهل المتواصل بشأن المجال الإنساني في سوريا أو بسبب عرقلة أطراف الصراع خمسة أطفال طلاب علم كانوا أحدث ضحايا الأوضاع المأساوية التي يعاني منها النازحون في إدلب بعدما فقدوا حياتهم إذر حادثة مروعة يرجح أنها ناجمة عن استهتار بشري وفساد يستفحل ولا يزال في نفوس الكثيرين الحادثة وقعت في مدينة سرمدة التي تضم عشرات المخيمات العشوائية للنازحين نتيجة انهيار جدار إسمنتي لمستودع حبوب على خيمة تأوي أطفالا يتلقون فيها التعليم ما أودى بحياة خمسة أطفال وإصابة ثمانية آخرين وباتت محافظة إدلب التي يقتنها أكثر من أربعة ملايين مدني نصفهم يسكن في المخيمات من أكبر المناطق السورية من حيث التجمع السكاني إلى جانب مناطق أخرى مثل إقليم شمال وشرق سوريا الذي يحوي ما يصل إلى خمسة ملايين نسمة من سكان ومهجرين بفعل الهجمات والانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال التركي وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف قد ذكرت في أحدث بياناتها أن ما يقرب من سبعة ملايين ونصف مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي وقت مضى بعد مرور ثلاثة عشر عاما من الصراع في سوريا